أزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل حديثنا عن أسماء الإشارة وتقسيمها للأشخاص من ناحية القرب أو البعد إذا كان الشخص قريبا منك أو بعيدا كيف تشير إليه تستعمل لأسماء الإشارة المتقدمة نفسها ولكن تزاد عليها الكاف فتقول بدل ذا الرجل ذاك الرجل مقبل إذا كان بعيدا أو الكاف واللام أو الكاف واللام فتقول ذلك الرجل مقبلا وإذا كان المخاطب بعيدا شخصا تقول ذاك بزيادة هذه الكاف أو للخطاب أو بزيادة اللام والكاف فتقول ذاك الرجل أقبل للأشخاص هذه الكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب يعني لا تعرف مضاف إلي وهي كده جاءت للدلالة على البعد واللام حرف دال على البعد أيضا واللام حرف دال على البعد قبل الكاف وهي لازمة لها أي للكاف إلا إذا كان المشار إليه مثنى وفي الجمع لغة الممدود أولى مثلا يبقى لا تدخل في اللام لا تدخل قبل الكاف إذا كان المشار إليه مثنى أو في الجمع في لغة من مده إذا كان ممدودا وليس مقصرا فلا تقول هذلك رجل عاقل وذلك لكثرة الزوائد فبذلك ننتهي بأسماء الإشارة اللي هي ذاك وذلك ولا نأتي بلام البعد في التثنية ولا في الجمع في لغة الممدودة على لغة من مدها ننتهي بذلك من أسماء الإشارة للبعيد يظل معنا فقط في درس أسماء الإشارة أسماء الإشارة إلى الأماكن وهذا ما نتحدث عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى